استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصرف العربية الشيخ محمد جراح الصباح والوفد المرافق له توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى اتحاد المصرف العربية لاختيار مصر لعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي فضلا عما ستترق إليه المؤتمر من التعريف بواقع الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار أشار مدبولي إلى أن ما نتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية من ضغوط وتحديات كبيرة على دول العالم أجمع بما فيها المتقدمة من جانبه سمن رئيس التحاد المصرف العربية حركة التنمية الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا مشيدا بقدرة الدولة المصرية على التعامل مع الأزمات بنجاح